بصيص سلام أفغاني في الأفق ينعقد مؤتمر محادثات في العاصمة القطرية الدوحة في محاولة لإسكاة البنادق الجلسة الافتتاحية من المفاوضات بين الحكومة وطالبان انطلقت تمهيداً لإنهاء حرب استمرت عقوداً من الزمن بداية اللقاء افتتحه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بالتشديد على أهمية المفاوضات في تجاوز العقبات التي تحول دون السلام المنشود في أفغانستان اتفاق السلام فرصة على الجميع انتهازها يقول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤكداً أن الولايات المتحدة تدعم أفغانستان موحدة وذات سيادة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها والأهم من ذلك هو عدم استقبال طالبان للجماعات الإرهابية بما فيها القاعدة نرحب بالتزام طالبان بعدم استقبال الجماعات الإرهابية الدولية بما فيها القاعدة ولا سمح لها باستغلال أفغانستان لأغراض التدريب أو التجنيد أو التمويل بدوره قال عبدالله عبدالله رئيس لجنة المصالحة الأفغانية أن تحقيق السلام مطلب الشعب الأفغاني وفي حال التوصل إليه لن يكون هناك حاجة لوجود قوات أجنبية في أفغانستان فيما اعتبر الملة عبدالغاني بيردار رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان أن التسوية السياسية يجب أن تستند إلى إرادة الشعب الأفغاني نأمل بالتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل وعند فعل ذلك لا نحتاج إلى وجود القوات الأجنبية ويجب علينا تحضير الأجواء لذلك نحن في الدوحة نمثل النظام السياسي ويدعمنا ملايين النساء والرجال من أجل السلام والعيش المشترك الرؤية بين أطراف الصراع في أفغانستان ما زالت متباعدة وفق ما يؤكده مراقبون لكن سياغة المرحلة الجديدة ممكن للغاية عقبى توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 فبراير الماضي